موضوع مهم جدا الحقيقة يعني الناس اللي بتاخد الخطوة اساسا على ما حد ياخد خطوة ويدخل يعمل جراحة او يعمل عملية او اجراء علشان خاطر يتخلص من السمنة بتاخد تفكير كبير جدا قرار بيبقى صعب على ناس كتير قوي انها تاخد الخطوة وبعد ما تاخد الخطوة تلاقي نفسها نزلت وزنة بسيط او رجع تاني وزنها ايه الاسباب والحقيقة زي ما حدك قلت ده المفروض بيبقى اخر المطاف المريض بيبقى منتظر انه هو خد خطوات كتير في حياته وبعدين خلاص انا لازم ااخد الخطوة القوية فعمل احدى عمليات السمنة فالمنتظر انه هو ما يتخلش تاني اكيد فيه كريتيريا ومواصفات اللي بيها نقول باذن الله العملية دي ناجحة والمريض مايرجعش تاني النقطة الاولى والمهمة هي اختيار العملية المناسبة للشخص المناسب دي الحقيقة بتعتمد على خبرة الطبيب المريض ممكن يقول انا عايز العملية الفنانية انا عايز الكابسولة انا عايز البلون انا عايز التكميم انا عايز النحت انا عايز التحويل لكن في الاخر الدكتور المتخصص هو اللي بيقدر يدرس حالة المريض ويحدد له الاجراء المناسب مثال لو عملنا مثلا تكميم لمريض محب للحلويات بشراها والسكريات وما عندوش مواعيد في الاكل ممكن يرجع يزيد تاني لان التكميم مهما صغرنا الماء ده في الحجم بتسبح بمرور السوائل زي المياه الغازية والعصاير والشوكلتس والحاجات الشبه سايلة والايز كريم والالبان وترجع تزود المريض تدريجيا بعد ما يكون خاص طب خلينا ناخد الموضوع خطوة خطوة عشان الناس تفهم بوضوحة اكتر يا دكتور اكيد فيه اسباب من المريض وفيه اسباب ممكن تكون نتيجة اي خطأ ممكن في اجراء العملية تمام اعا عايزين نقول ده بالنسبة للتكميم اكتر حاجة ترجع المريض تاني لزيادة الوزن وعايزين برضو نقول هل زيادة الوزن اللي بترجع بترجع زي ما كان زمان ولا اكتر ولا بنسبة احنا اول حاجة قلتها دي اللي هي الاختيار وده يخص الطبيب في اختياره حتى لو رغبة المريض مش مناسبة مفروض ان هو يشرح له ان لا انت محب الحلويات انا اعملك التحويل المصغر عشان خاطر ده اللي مضمون انك حتى لو لغبطت انا مش معتمد عليك برضو هتخس ومش هترجع تاني لكن ممكن زي ما حدك قلتي المريض يتعمل له تكميم وما يبقاش هو محب للحلويات وبعد العملية يكسر من الحلويات يبقى الطبيب اختر العملية الصحة واجرها بطريقة صحة بس المريض غير طبعه الغذائي دي نول بنسميهم لسويت كونفيرترز او المتحولون لحب الحلويات وده طبيعي دكتور؟ لا هو النقطة دي برضو فيها نقطة تكنيكا لتخص الطبيب ان انا لو ديقت عليه في المعدة قوي وما بقاش عارف يأكل فانا اللي بجبره ان هو يشفت على الحلويات عشان بتبقى اسهل اه اسهل بالنسبة لي مش الحلويات يعني كل ما هو بيدي سكر ببساطة يعني زي ما قلنا التوكليت الايس كريم الالبان العصاير بانواعها البسكوت الكيك الحاجات دي بتنزل شبه سيلة وبتعدي بسهولة مهما كان المعدة داية فما بتتعبش اه فييجي يا كل عيش خضار فراخ دي برضو نقطة تكنيكا ودي نقطة تخص مهارة الطبيب ونوع الادوات لان احنا لما وصفنا قبل كده قلنا ان فيه ادوات بتمشي في خط مستقيم بتخنق المعدة في النص ويبقى فوقها واسع وتحتها واسع وفي النص داية لان المعدة بتاعتنا لها حرف كيرف زي حرف السي الادوات الدباسة الزكية اللي بنتكلم عليها حديثا منعت النقطة دي خالص خلت رسمة المعدة انسيابية والاكل بينزل فيها انسيابي مفيش حتة فيها اوبستراكشن او انسداد وبالتالي المريض بيأكل اكله كله طبيعي